مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن موضوع كان تريند الفترة الاخيرة وهو حبس عاد الامام او عاد الامام محبوس في بيته. ولاده مش راضين يطلعوه مش راضين يخلوه يكلم الناس الكلام ده كله. وناس كتير طلعت اتكلمت ناس فنانين. بعاد عن عاد الامام. قالوا اه الموضوع هي وما حدش بيرد علينا ومش عارف ايو كده. والقريبين قالوا لا الموضوع مشكلة تماما. فالحقيقة فين ما حدش يعرف بصراحة. ولكن في وجهة نظر ممكن نقولها كده بشكل بسيط. مبدئيا عاد الامام قبل بس ما اقول لكم الفكرة بتاعة الحبس والكلام ده كله. عاد الامام ده حد اسطورة. واحنا مشكلتنا في حتة الاساطير دي بنحس بيمتهم بعد ما ربنا يفتكرهم يعني بعد عمر طويل بعد ما بيتوفوا بنحس ان كان في اسطورة اسمها سامير غانم. ان كان في اسطورة اسمها فقادر مهندس. بيكون موجودين معنا بنقول الفنان الكبير طبعا وده كوميديان عظيم. ولكن لما تحس ان هو خلاص مش هتشوفه تاني او مش هيكون لي اعمال تانية بيخلت كاسطورة. حتى محمود عبد العزيز حتى النور الشريف. نس دي كانت عايشة معنا. وكنا بنشوف ان هم فنانين كبار جدا. لكن مش اساطير. اساطير اول ما بيتوفهم الله يعني. لكن عاد الامام هو اسطورة حية. دايما بتلاقي كلمة اسطورة حية دي محدش بفهمها. وهي فكرة انه الاسطورة دي دايما بيكون اسطورة زمان ومحدش بيدلها امتها غير لما ما بيكونش موجودة يعني. عاد الامام كسر القاعدة دي تماما. عاد الامام على مدار اجيال كتير اوي هو رقم واحد في الاراضات في النسب للمشاهدة في كل حاجة. عاد الامام اجيال اسم عاد الامام برند. اه محدش مفيش فنان يوصل للنجاح اللي هو فيه. ومفيش فنان هيوصل من نوجة نظري. اه يعني يمكن ممكن اقول لكم شوية لو فضل على نفس النهاج كريم عبد العزيز. عشان نكون صراحة. اه موضوع اللي حصل ده. وحتة انه محبوس في بيته ومش عارف ايه. في في حاجات اه محمود سعد مسلا ترعي تكلم وقال لك. اه لا اه انا كلمته هو كويس. وانا هروح ازوره قريب. لو زاره. على قل يتحط له فيديو عشر ثواني دي وهو كله تمام. ده حاجة كويسة جدا. لانه في ناس دخلت في سكة ايه? زهايمر. وفي ناس عملت اصلا جرافيكس عليه وكان هو اللي بيتكلم. وانا عندي زهايمر وما بقتش فاكر الولادي وما بقتش عارف امسك الموبايل. طبعا ده كل ده هتش من وجهة نظري. انا مش مش عندي معلومة مؤكدة ولكن يا جماعة بالمنطق كده لما طلع مع شريف مش فاكر شريف ايه الموزيع على ام بي سي. طريقته فيه ممكن يكون تعب فيه حكم السن فيه الكلام ده كله. بس حتت لما يقوله انا اولادي مش عادي ما بيتكلمش عربي بس هم عارفينك يقول له انت عشان انت عايز بقى تبين الناس انت يعني بتصرف بولادك مش عادي دخلي. الهزار عادل امام ده واحد لو مش مركز مش هيرد كده. يعني حتة الافاشات دي بالمنطق مش هيرد كده. هيرد بشكل ساسي جدا. اه اه تمام متشكر وجادي جاولة هو حد مش قادر يتكلمه ومش واعي ما في المية. لا عادل امام واعي ما في المية مكمل حتة ان هو يفتكره او لا برضو ما عنديش معلومة ممكن يكون اه حتة انه عايز يدخل فيلم كان الواد وابوه. اه مع محمد امام وانا اول واحد في مصر قلتها الفين وتسعتاشر راجع مع تقريبا اول فين وعشرين وتسعتاشر. قلت ان في فيلم اسم الواد وابوه. استاذ رامي امام اه بعت لي قال لي لا مفيش الكلام ده قلت له طيب نخلي انا شوف. وطلع فعلا كان فيه وكان فيه تجهيزات ولكن اه وقف الموضوع معرفش السبب. الفكرة بس حاجة صغيرة هو من محمد امام ورامي امام. اه بيطلعوا لانه حتة ان انت اه تنفي انه ده ما حصلش لو لو انت امنى فتش. ده كده الموضوع بيتثبت لانه رأى حقيقي وان هما ما ردوش عشان ده حقيقي. وفي ناس تقول لك ايه ما بيردوش عشان موضوع حزار يا جماعة. ايه اللي هما بيقولو ده? فاتمنى ان يكون في خطوة مستقبلية في الشهر ده مسلا او الشهر الجارس اتماني الشهر ده مسلا. انه يكون في حاجة عادل امام. فيديو بقى اه محمد اورامي يطلعوا يتكلموا اه لا مفيش الكلام ده مفيش حاجة اسمها. لانه انا من وجهة نظري فيش حاجة اسمها حابس يا جماعة. فكرة كلها الرجل اه سنه مش صغير. اه ممكن يكون اه تعبان تعب عادي. يعني تعبان اللي هو تعب لسن ممكن. ممكن يكون مش قادر اه ان هو يطلع بقى ويستقبل كل الناس ويرد على التليفونات لانه رقم عادل امام مع ناس كتير. فالموضوع دلوقتي بقى فيه اختلاف في كم حاجة. في كم حاجة ممكن تحصل هو انه عادل امام يطلع في فيديو يتكلم او يكون فيه فيلم بقى تصوير فيلم. وجهة نظري مسلسل صعب وانا قلتها من زمان صعب انه عادل امام يعمل مسلسل. مش عشان حاجة ولكن اه صعب لان تلاتين حلقة او الفيلم ممكن نخلص في اسبوعين تلاتة ويبقى فيلم كوميدي وممكن ده اه يبقى حاجة المحترمة فيه ناس اقتلك اعتزل ولاده قال له كده انا بصراح ما شفتش كده وحتى لو ده حصل ام مفيش مفيش لوم على ولاده لان دول في الاول ولاد في الاخر ولاده. فيه ناس طلع يعقول لك عشان اممم بتاعتهم هم مش عايزين يخلوا يطلع بهم. يا جماعة ده عادل امام فيه يعني بتحكوا في ايه يعني. وهي حد يقولي هو عادل امام يعني هو انت ومتخيل ان هو نبي. مش نبي يا جماعة. هو انت هو لازم تكفره. بس بتكلم في فنان كبير جدا. حتى الوطن العربي مدي له قيمة يعني قيمة رؤسة يا جماعة مش هزهر يعني. يعني قيمة رجال دولة. مش مش مجرد فنان لانه عاد الامام في وقت ملاقات كان عنصر من عناصر الجزب السياح لمصر. السياح العرب. كان يجي قولك هزور الهرم ومش عارف هاكل فين فبوشقرة مسلا ولا حاجة ايام زمان. واروح حفلة عاد الامام او مصرحية عاد الامام بالليل. ده كان جزء جزء من البروجرام لاي حد بيجي مصر. فعاد الامام قيمة كبيرة جدا. اتمنى يكون في اي خطوة ان شاء الله محمود سعد يروح يعمل فيديو معا دقيقة. ده هيخلي الناس كلها تهدى شواء. اتمنى عمل لعاد الامام. اتمنى. حتى لو حتة ممكن يكون صعوبة ان هو مش فاكر او مش عارف يحفظ الاسكريبت ودي مش معلومة. انا بقول لكم كلام اللي بيتقال. انا ممكن الدنيا تكون تتزبط يعني لانه انا بحب عاد الامام جدا وبشوف ان هو مثال قوي في النجاح بالنسبة للممثلين كلهم. الممثلين كلهم عاد الامام بالنسبة لهم هو ايقونة. ده لكن عندي النهاردة وليه رأيكم في الموضوع ده? وايه رأيكم في الاحتمال الاكبر? هل هو فعلا مقيد? هل هو لا? هل الكلام ده ملوش اسم الصحة? هل هو كويس? هل هو لا برضو? مش عارف. شوفكم فيديو جديد. سلام. اشتركوا في القناة